لكل الصحب آمين سلام الله والبشرى لكل الصحب آمين السلام عليكم ورحمة وبركاته ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حياة للادي إن شاء الله نلتقي مع صحابين جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بس عايز أبدأ الحقيقة الدرس ده بسؤال يعني خطر على بالي الآن حد فيك يا جماعة عايز يجاوز سؤال يعني وجيه بجد والله يسأل الشفاء الله أكبر يعني ربنا يتقبل يا رب حد ينفسه يجاوز واحدة من أهل الجنة أكيد كلنا صح والله طيب إحنا للادي بقى سبحان الله هنلتقي مع واحد بفضل الله سبحانه وتعالى أسلم فكان إسلامه مهر لامرأة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة خب بالك من حاجة أنت كمان لو عايز تجاوز حوراء من حور الجنة الأمر ميسر جدا حبيبك اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه أصحاب السنة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا حد يديئك فانت كظمت الغيظ ومن تأنتش منه من كظم غيظا ولو شاء أن ينفذه وأنفذه ببالك دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه من أيها شاء تجاوز ديت والديت والديت طبعا الجواب معروف أخذهم كلهم طبعا ربنا أحفظنا أحفظكم فزي ما قلنا يا جماعة يعني رقاءنا اللي لدي مع صحابي الجليل أسلم فكان إسلامه يعني بفضل الله مهر لامرأة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل الجنة من الصحابة الجليدة يا جماعة هو أبو طالح الأنصاري رضي الله عنه وارضاه تعالوا نشوف قصة إسلام هذا الصحابي الجليل حقيقة قصة إسلامه قصة جميلة جدا من أروع القصة التي تسمعوها في حياتكم تبدأ قصة إسلام سيدنا أبو طالح الأنصاري من قصة قبلها جميلة جدا برضو أم أنس بن مالك اللي هي أم سليم كانت متزوجة من رجل اسمه مالك اللي هو والد أنس يعني هذا الرجل كان ما زال على الكفر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فأسلمت أم سليم وأسلم أنس بن مالك وكان لسه طفل صغير عند حوالي 10 سنوات يعني فالمهم لما أسلمت أبى زوجها مالك أن يسلم فضل على الكفر فضل بقى يعني هي عمالة تلقن أنس بن مالك قولي يا أنس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وده درس جميل جدا أن الأم نفسها لازم تلقن أولادها الشهادتين وتحببهم في ربنا سبحانه وتعالى وتحببهم في النبي على السلام والصحابة رضي الله عن مرضاهم ويا أعدى بتاكل حتى هي وزوجها ومعاه الأولاد تحرفوا حبيبي دي نعم ربنا صقها سبحانه وتعالى إلينا من خلال الأب الفاضل ده لكن كلها نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى وكل ما نحن فيه هو من خير ربنا ومن نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى تحبب دائما الأولاد في ربهم سبحانه وتعالى وفي نبيهم صلى الله عليه وسلم فكانت أم سليم عما لا تحبب ابنها وتعلموا الشهادتين يقول يا أنس كذا جزها مالك زهق مش عايز يسمع كلمة التوحيد سبحان الله في يوم الأيام خرج وهو غضبان فلقياه عدو له وفقتله فمات فأم سليم احتسب قالت خلاص لا أفطم أنسا أبدا خدت بالك يعني حتى ينهي مدة الرضاعة بتاعته كاملة فإن أردت أن أتزوج بعد ذلك فلن أتزوج حتى يأذن لي أنس رضى الله عن ورضاه المهم تمر الأيام وأم سليم لما سمعت بمقدم النبي عليه السلام إلى المدينة من وراء راحت وغضى ابنها أنس كان عند ساعتها حوالي عشر سنوات وقالت له يا رسول الله ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية وإني لا أجد إلا أنس فهل تقبله خادما عندك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويبغت سيدنا أنس رضى الله عن ورضاه عاش يا جماعة عشر سنوات في خدمة النبيل حديث رو مسلم قال أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فما قال لي أف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسيدنا أنس طبعا كان في نعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في يوم الأيام طبعا الناس كلها كان بتتكلم عن وفاء أم سليم وإزاي إن هي قعدت تربي ابنها وبفضل الله سبحانه وتعالى وعلمته التوحيد وودته لنبع السلام عشان يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فالمهم الناس كلها كل واحد فيهم كان بيتمنى أنه يكون يعني زوجا بعد ذلك لأم سليم من اللي سمع الكلام ده الرجل من الأفرياء اللي هو أبو طلحة الأنصاري اللي هو ضفنا لله يا جماعة سمع عن أم سليم بها قال خلاص أروح أتجوزها فرح نقدم لها يعني كم كبير جدا من المال نفطارد مثلا وإن كان لم يذكر في الرواية نفطارد أقدم لها مثلا عشرين ألف دينار ده مهرك يا أم سليم هو كان لسه أبو طلحة ساعتها كان لسه يا جماعة ما أسلمش كان لسه كافر فأم سليم المرأة العاقلة اللبيبة الدينة المسلمة المخلصة قالت له يا أبو طلحة مثلك لا يرد بصراحة يعني أنت اللي زيك عاليس رقطة رجل جميل وغني وماشاء الله من علية القومة اللي زيك ما يتردش بس في حاجة مشكلة إيه يا لكنك مرؤ مشرك وأنا مرأة مسلمة فإن أسلمت خبالك بقى شوف المرأة العاقلة شوف الإنسانة الدينة شوف أديه الدين غالي في قلبها ديه قالت فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيء سوى أنا مش عايز حاجة بالدنيا أنت لو أسلمت وفر عليك فلوسك كلها وخدها والإسلام بتاعك ده هو مهري ممكن نسمع الكلام ده في مين دول يا جماعة نفسينا نسمع والله نفسينا نسمع كده أو أخت تبعت لنا تقول أنا رضيت أن يكون مهري القرآن وواحدة تقول أنا رضيت أن يكون مهري الإسلام ما هو حصل فعلا أني في واحدة كان في مهراء القرآن الحديث روال بخاري جماعة عن سهل بن سعد السعدي أن امرأة جاءت إلى الحبيب النبي وهنرجع ثاني القصة صيدنا بطلحة فقالت له يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقام صحابيهم فقير فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة مش عايز تجاوزها أنا مش لائي جاوزها لنا فقال له صلى الله عليه وسلم أمعك شيء تصدقها إياه معك حاجة تدي أنا مهر قال أجل معي إزاري ولم يكن يملك إلا إزارة شفت ديه فقال له صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها إزارك جلست لا إزارة لك هتو عدريان يعني فقال التمس شيئا أخ راح ورجع وقال والذي بعثك بالحق ما وجدته شيئا تخيل واحد ما عندهش غير إزار هو دي ممتلكاته كلها جماعة نحن نهاردة ممكن يبقى عندنا خزين أكل يكفي سنة وبنشتك من الفقر والدنيا والحلجيم والسقنايم والدنيا سبحان الله شفت ديه وقارينه من عبادي الشكور فقال له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد هات لبس حتة حديدة وتعالي جوزك عليها يعني أي حاجة بس نبري بها البنية يعني فذهب الصحابي وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدته حتى خاتما من حديد طب بالله عليك لو أنت ما كان النبي عليه السلام تعمل إيه أظن يعني المعوش ما يلزموش إذا كنت مش قادر تجيب لها في بداية الجواز حتة حديد وما لها تأكلها بعد كده يا صفيح يعني المسألة صعبة طبعا لكن النبي عليه السلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم النبي عليه السلام قال أمعك شيء من القرآن حفظ حاجة؟ قال أجل معي صورة كذا وكذا من صور يسميها وده أكبر دليل للصحابة ده ما كانش خاتم القرآن يا جماعة يومسيدك النبي عليه السلام يقول إيه؟ قال قد زوجتكها بما معك من القرآن فكان مهرها إيه؟ قال قرآن أمه السلام هيكون مهرها إيه؟ الإسلام يا جماعة فالمهم فقالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد ولكنك مرء مشرك وأنا مرأة المسلمة فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواء بالفعل أبو طلحة ظن في الأول يا جماعة ودي حقيقة يعني ظن إن هي يعني بتمطل أو بتسومه عشان عايزة فلوس أكتر هو فيما غلط فراح تاني يوم رح جاب لها ضعف الفلوس اللي عرض عليها في اليوم اللي قبله فتبسمت كده يعني وقالت يا أبا طلحة والله ما أردت هذا ولكنك مرء مشرك وأنا مرأة المسلمة فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريد شيئا سواء بالفعل حسن أمام امرأة ما شاء الله حد فيك يشوف واحدة زي كده يسيبها جماعة سبحان الله والله لو أربعا نكمل بيوم الكتيبة يعني ربني أحفظ فالمهم فقال ومن لي بالإسلام طبع أنا عايز أسلم دلوقتي أسلم فين قالت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل يا جماعة ذهب إلى النبي في المسجد خب بالك من المشهد الجميل ده أول ما دخل من على باب المسجد من اللي شافه ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم اللي شافه النبي على السلام أول ما شافه قال إيه هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبينه باين عليه كده جاي يسلم يا سلام على فراسة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل دخل أبو طلحة وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان مهر أم سليم هو الإسلام وفاز بزوجة من أهل الجنة بامرأة من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المهم سبحان الله يعني طبعا البشرى بنيه من أهل الجنة حديث جميل جدا نروا مسلم أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسامعت خشفة بين يديي اسمعت صوت كده بين يديي فقلت ما هذه الخشفة فقيل الغميصاء بنت ملحان والغميصاء بنت ملحان اليمين اللي أم سليم رضي الله عنه وارضها وده درس جميل جدا يا جماعة شوف أدي أم سليم كتحريصة جدا على هداية أبي طلح الأنصاري صح الله كتحريصة جدا أن ربنا يجعلها سبب هدايته أو سبب إسلامه ده درس جميل جدا أن كل أخت ربنا ابتلاها بزوج مش مطيع لله إنسان لسه مش عارف طريق الهداية تكون سبب فضل الله في التزامه وأنها تسعى بأسلوب جميل وبرحمة وتسعى يعني تجيب له شريط تجيب له كتيب تجيب حد من الدعاء الأفاضل تستطيفه هو وزوجته وتعضي مع زوج دي الدعية والدعية دي يقعد مع زوجها وهكذا سبحان الله تقوم تصلي قيام الليل وتصلي ركات الحاجة أن ربنا يهدي زوجها المم من نية أي تحاول تبزل كل الأسليب لهداية الناس شوف سبحان الله شوف سيدنا موسى عليه السلام لما قال له جل وعلا اذهب إلى فرعون إنه طغى فطلب من الله عز وجل أن يعينه بأخيه هارون فاستجاب الله ضعاءه وأعانه بأخيه هارون ورزق هارون النبوة فكانت أعظم يعني نعمة ربنا رزقها لأخي بسبب أخيه اليمين سيدنا هارون ورزق النبوة بسبب أخيه موسى عليهما السلام فسبحان الله أنت برضو لو ربنا هداك برضو ربنا أكرمك بنعمة لداء قول يا رب وآخي فلان اهدي يا رب وأمي اهديها وأبويا وابن عمي وابن خلتي وجاري واحمل هم الناس كلها جماعة يعني احمل هم الدين كنتم خير أمات أخرجت للناس خلي قلبك كده مليان بهم الدين أن أنت كل حياتك كلها عايشة المين لله سبحانه تعالى قل إن صلاتي ونصرك ومحيايا كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريكة لا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان الله شوف سيدك النبع السلام حديث في بخاريا ومسلم لما راح يا جماعة يدعو أهل الطائف وما استجابوش لي سبحان الله فخرج وضربوا النبي بالحجارة حتى نزف الدم الشريف من رجل النبي عليه الصلاة والسلام ودعا دعاءه المشهور سبحان الله وبعد ما مشي إلى يعني سبحان الله مشي أكتر من خمس كيلو على رجلية صلى الله عليه الصلاة والسلام من الطائف إلى مكان آخر والنبع السلام يعني في غاية الحزن والهم إشاء المولى عز جل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فنظرت فإذا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أرسل معي إيه ملك الجبال لتأمره بما شئت شو سبحان الله فملك الجبال سلم على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لأطبق لنا عليهم الأخشبين الأخشبين جبالين يا جماعة بين مكة والطائف يعني لو تحب أن هجيبي جبل ده كده وجبل ده كده هم في النص ويخلصوا طب النبع السامي يرضى بالكلام ده أبدا لكن نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم قال لا إني لأرجو الله شوف الحرص على هداية الناس إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله وبالفعل يا جماعة يخرج من ظهر ومن ظهر الوليد خالد بن الوليد وهكذا قد تبالك هي دي المسألة لنت يكون عندك إخلاص في العبادة إخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بس يكون الإخلاص في محله لأن فيه ناس بتخلص بأشياء يعني ما ينفعش فيها الإخلاص زي إيه نبدي مسلم بس بعد ما تصلى على حبيبة صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام ضمن القصص العجيبة اللي أوردها بعض الناس في قصص المخلصين بس فلاحها تانية خالص يعني إن واحدة جوزة قتل امرأة فقيرة جوزة قتل فسمعت إن فيه واحد قتل قتلة بيأجروه الناس عشان يقتلهم أي حد هتبالك فالمهم رحيت له فقرد له يعني حضرتك ما شاء الله بس معانك كل خير وحضرتك ما شاء الله أخي فاضل وديك فيها الشفاء يعني ربنا يكرمك فيعني كنت يعني أنا جوزة قتل وكنت عايزك يعني تاخد لبطاري وتقتلهولي قال له أنا تحت أمرك طب حضرتك بتطلب كام قال له أنا أخد 200 جنيه بس قلت له كتير عليا وأنا برب يتام وحضرتك يعني إنسان فاضل يعني على خلق يعني وكده مشافئه قال له هو 200 جنيه ده أقل حاجة يعني أنا غيرك بأخد منه 500 جنيه فقلت طب حضرتك يعني أصنع برب يتام ومشافئه فزعي كده قال له يعني لا حول القتل بالله يعني يدوني ما فاش خير خلاص يا ست هقتلهولك لله يعني ينفع الإخلاص ده يا جماعة طبعا لا برضو قصة تانية بيحكيها بعض الناس إن مرة في ناس كان راجبين سفينة فالسفينة كده بتغرق فقاله بس خلاص كل واحد يعني ينظر نظري لله سبحانه وتعالى يكون في طاعة لله إن يعمله لو ربنا نجان واحد منهم قال لله علي إن أنجانا أن أصلي مثلا إيه قيام الليل لمدة سنة والتاني لله علي إن أنجانا الله أن أصوم لمدة سنة والتالت مش عارف لله علي إن أنجانا أن أتصدق بمبلغ كذا فالرابع بقال لله علي إن أنجانا الله أن أطلق زوجتي لله سلاسة أخي بمبلغ فالمم صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش سيدنا أبو طلحة مع زوجيه اللي هي أم سليم رضي الله عنه رضا امرأة من أهل الجنة شاهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عاش معها في سعادة غامرة لها جماعة لأن البيت كان بليان طاعة لله والبيت لما يتمني طاعة بفضل الله يبقى فيه مودة ورحمة وألفة وحنان وحب كل الخير اللي أنت تتخاله يبقى موجود في البيت لما يكون البيت أهل البيت قلوبهم موصولة بالله سبحانه وتعالى في يوم الأيام ربنا قدر أنهم بفضل الله أنجبت لها أم سليم طفلا صغيرا جميلا فأحبه أبو طالحة يعني ملء قلبي ما عليه حياته كلها وشاء المولى عز وجل أن يبتليه الله عز وجل في هذا الطفل مرض الطفل ده أبو طالحة كان يروح يخرج يشتغل ويرجع تاني يسألها كيف حاله الولد ما زال مريدا الحمد لله رب العالمين كان بيحمد ربنا على كل شيء في يوم الأيام خرج أبو طالحة ولأ الولد كان في مرض شديد جدا يعني في آخر أيام حياته سبحان الله خرج وهو خارج بره في الشغل بتاعه مات الطفل الصغير أمه سلامة عملت إيه خدت الطفل غسلته وكفنته وحطته على السرير وغطته وقالت لأهلها الأسرة يعني ما حدش يخبر أبو طالحة بموت الطفل حتى أخبره أنا حدش يقوله لما أنا أقوله وسبحان الله فجاء أبو طالحة أول ما جاء من بره يا جماعة عملت يا زوجته هل وقفت تسرخ في وشه ويا سابع ويا جامل والحياة دي كلها طبعا ما تعملتش كده طبعا ما شاء الله الله يبر فيك ما شاء الله جهزته الأكل ودخل ما شاء الله لألبيت مرتب ومنظم أكل وشرب وتزيانت له فأصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته ثم بعد ذلك أخبرته قالت له يا أبو طالحة لو أن رجلا يعني وضع أمانة عند أناس ثم جاء بعد ذلك ليطلبها هل يحزن؟ طبعا لا لحقهم لازم يخدمه قال خلاص قالت له خلاص فإن الله قد أخذ الأمانة التي جعلها عندنا فإن الله قد قبض روح ابننا أبو طالحة ما أزعل في الأول ورح شكاه المين لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله قال له يا رسول الله تركتني حتى فعلته كذا وكذا وكذا ثم أخبرتني فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبو طالحة بارك الله لكما في غابري ليلتكما ربنا يبرك لكم في الليلة اللي فات ديوا بالفعل حملت أم سليم وأنجبت طفلا جميلا ثم لما أنجبت أرسلت هذا الطفل مع أنس بن مالك له ابنها الكبير فقالت له يا أنس لا يرضعه أحد حتى يعني تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حد يرضى على الطفل ده لحد ما تودي لي نبع سام وشوفه عايز يعمل إيه فذهب به أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث روى مسلم فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أم سليم قد ولدت قال أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم مضغى النبي طمرة أو عجوة من طمر المدينة ثم بعد ذلك وضعها في فم هذا الطفل فأخذها تلمزها خيد أخذ يدوها وبعدين يبلعها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظروا لحب الأنصار للطمر ثم يقول الراوي راوي الحديث ده بيقول فوالله لقد رأيت لها بعد ذلك تسعة أولاد كلهم قد حفظوا القرآن ليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم في غابر ليلتكما ربنا يبرك لكم في الليلة دي فكانت نتيجة الليلة دي أن تنجب عبد الله ثم بعد ذلك بفضل الله يعني ربنا أكثر من ذرياتهما فكان بعد كه تسعة أولاد حفظوا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى نخرج من القصة دي جماعة بدرسين جمال جدا بس بعد نتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الدرس الأولين لجماعة الصبر والاحتساب أن أنا لو مات ابني أو مات بنتي أو مات أي حد من حبايبي أصبر واحتسد ما اعترضش على أمر الله سبحانه وتعالى واعد أقول ليه يا رب ليه ومش ليه الكلام ده كله ما يجس لأن كل شيء من نعم ربنا ومن فضل الله سبحانه وتعالى الله أعطى الله أخذ وله ما يشاء سبحانه وتعالى هتبالك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن اللي ربنا عايز يعمله في خلقه له ما شاء فهو الخالق سبحانه وتعالى وهو الرازق سبحانه وتعالى شوف النبع السنبي يقول ليه الحديث بالبخاري قال من أخذ الله صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا فصبر قبالك واحتسب لم يكن له جزاؤنا عند الله إلا إلا الجنب يا سلام حديث ثاني جميل جدا عند التلميزي بسنادر حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يقول لملائكة اقبضوا ابن عبد المؤمن عبد مؤمن إنسان فاضل كده من ناس أهل الخير من أهل الإيمان ليه ابن بيحبه فربنا يأمر الملائكة تقبض روح هذا الابن الصغير ثم يقول جل وعلا كيف وجدتموه وربنا أعلم سبحانه وتعالى فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع أول ما خدنا روح ابنه قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول جل في علا ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يا سلام تيجي يوم الإيمان يبقى ليك لؤلؤ مجوفة طولها ستون ميلا في السماء وعرضها ستون ميلا في الأرض سبحان الله وتيجي تلقى خيام وأنهار وأشجار وطيور وحرعين وفوق ده كله بيت الحمد ليه لأن انت احتسبت إن الإنسان الجماعة لا يجوز له أن يتسقط على أخضار الله سبحانه وتعالى قصة طريفة جدا أوراضها الإمام بن الجوزة على الذين يتسقطون على قدر الله سبحانه وتعالى أوراضها في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين إن رجل أعرابي أعزكم الله كان عنده حمار فالحمار ده كان كل حياته كان أغلى حاجة عنده كان أغلى عنده من زوجته ومن ولاده ومن أم وأبوه يعني هو ده حياته كلها فين أعزكم الله في الحمار ده في يوم الأيام الحمار ده مرض فالأعراب يعمل إيه؟ قال لله علي نذر بقى بينذر قال لله علي إن شفيت حماري أن أصوم لك سبعة أيام فشف الله له حمارة فرجل قال خلاص نوفي بالنذر بقى فصام السبعة أيام في اليوم السابع جيه المغرب كده بيفطر خلاص 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 بقى يفطر بقى إيه؟ تمام كده وصام إيه؟ سبعة أيام فمات حماره فنظر إلى السماء وقال أصوم سبعة أيام ثم يموت حماري والله لحسبهم من رمضان اللي جاي يعني الطالة ما ما جابوش فايدة لحسب السبعة حتى يمنون من رمضان اللي جاي هل يجوز الكلام ده جماعة؟ طبعا ما يجوز الكلام ده لأن الإنسان المفروض أنه يرضى يعني بقضاء الله وقدر سبحانه وتعالى في السراء والدراء وده من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره إيه؟ خيره وشره سبحان الله ولذلك حديث جميل أوهولد بس بعد ما صلى على حبيب صلى الله عليه وسلم حديث رؤى أحمد أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شوف الحديث ده صحيح شوف كلمته إنه أبعا سنبه ليه؟ لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمارهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مدت على غير هذا لدخلت النار سبحان الله وإن شاء الله نبقى نفرد درس تاني إن شاء الله عن الإيمان بالقضاء والقدر الدرس التاني جماعة اللي احنا نختم بالجزء الأولين من الدرس ده الدرس التاني جماعة اللي ناخده من القصة بتاعت أم سليم واحتساب ولدها إن الأخت الفاضلة تتعلم من أم سليم إنه مش جميجي جزها من بره من الشغل إنه هتقابله بكل المصائب اللي في الدنيا دي كلها يبقى يعني سبحان الله يعني شوف أم سليم ما شاء الله جاهزته الأكل والشرب ومشع فيه وهتزينت له ولم تنصر أي شيء لحد ما في الآخر خالص يعني قالت له كلمتين سبحان الله مش النهار ده يبقى الراجل راجع من بره من الشغل يعني مطحون وتعبان ومشع فيه وله دي وقفله بتصوطله على الباب سبحان الله انت مدرتش اللي حصل فيه إيه ستة خير إيه اللي حصل ده البقالي اللي جنبينا الأموبة انفجرت عنه وبير بيترول ولع في المزنبيك والفرخة بتاعتنا ضرب فيها لغم يعني سبحان الله يعني الرحمة حلوة يعني ربنا بل فيك لما يجي الزوج وفيه عنك خبر وحش ولا حاجة استني شوية لحد ما زوج يخش ويستريح وياكل ويبتدي فوق كده ونقل وقت المناسب والأسلوب المناسب عشان توصلوا للخبر ده حياة نشوف بقية قصة سيدنا أبو طرح الأنصاري بس بعد الفاصل فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سلام الله نبعثه نعطره رياحنا أعلام الصحابة عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث أبو محمد الزهري القرشي وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم وهو أحد السابقين إلى الإسلام قيل هو الثامن وكان من الأجواد الشجعان العقلاء كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد عمر فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أولد بعد الفيل بعشر سنين وأسلم وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وجرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة وأعتق في يوم واحد ثلاثين عبداء وكان يحترف التجارة والبيع والشراء فاجتمعت له ثروة كبيرة وتصدق يوما بقافلة فيها سبعمائة راحلة تحمل الحنطة والدقيق والطعام ولما حضرته الوفاة أوصى بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله له في كتب الحديث خمسة وستون حديثا وكانت وفاته في المدينة النبوية سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة أعلام الصحابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الثانية يا جماعة بنرجع إلى قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه ورضها الحقيقة أبو طلحة عاش أجمل أيام عمره مع أم سليم رضي الله عنه ورضها وعاش الأيام الأجمل منها مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم بقى من علم النبي وأخلاق النبي وهدي النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتمر الآيام جماعة وتأتي الغزوات ويأتي الجهات في سبيل الله سبحانه وتعالى أبو طلحة الحقيقة كان له مواقف يعني سطرت على جبين التاريخ بسطور من النور ويكفي تسكية النبي له النبي قال كلمتين في حق سيدنا أبو طلحة يتمنى أي واحد فينا أن النبي يقول ربعهم في حقه سبحان الله حديث جميل جدا نرواه الحاكم بسنة صحيح أن النبي عليه السلام أثنى على أبي طلحة ثناء جميلا فقال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل ده صوته يا جماعة فكيف بسيفي فكيف بذراعي فكيف بجسديه وقوتي صوته فقط أفضل في الجيش من ألف رجل موجودين في الجهات بسبيل الله رواية تانية عند أحمد بسنة صحيح أن النبي عليه السلام قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة سبحان الله وتمر الأيام وتيجي غزوة بدر ويخش أبو طلحة الأنصاري ويبذل نفسه وماله من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى وتمر الأيام أيضا تمر سنة كمان وتيجي غزوة أحد غزوة أحد يا جماعة انتوا عارفين أنكات النصرة في البداية كاتل صالح النبي وأصحابي صلى الله عليه وسلم لكن لما عصر رماته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع خارد بن روليد وكان ساعتها لسه مشرك قدر أنه يلف من حولين الجبل وينقض هو وأصحابه على سبعين من خيرة أصحاب النبي ويقتلهم سبحان الله ثم بعد ذلك أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع عدد قليل جدا حول النبي ودافع عن النبي كانوا تسعة كانوا سبعة من الأنصار واثنين من المهجرين كان من بينهم سعد بن بيقاس وطلحة بن عبيد الله سيدنا أبو طلحة بقى في نفس الموقف في مكان تاني كان واقف لوحده يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني كان ماهر جدا في رماية السهام فنفل كل الكنانة بتاعته وطلع كل السهام وبدأ يرمي السهام عشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن قصين من اللي بتحط فيهم السهام اتكسروا أو ثلاثة اثنين أو ثلاثة انكسروا من كتر السهام اللي رماها كان النبي لما يحب بيشوب بس السهم بتاع أبو طلحة راح فين كان أبو طلحة يقول له لا يا رسول الله حتى لا يصيبك سهم نحري دون نحرك يا رسول الله وكان يقول نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة أبو طلحة يعني بذل جهدي عظيم جدا ويعني ضحى بنفسه وضحى بكل شيء من أجل أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يا طرى نقدر نحب النبي بالمنظر ده جماعة حد فين يقدر يحب النبي بالشكل ده تقدر تضحع بحياتك كلها عشان خاطر تنصر النبي على السلام أو عشان خاطر تدافع عن النبي طب ما الفرصة قدامك ما تدافع عن سنة النبي ما أنت النهاردة لو صليت ومشيت على هدي النبي ما أنت كده بتدافع عن سنته ما أنت النهاردة لو لبست إحجابك ما أنت بتدافع عن سنة النبي ما أنت النهاردة لما تعمل أي خير والناس تشوف أخلاء المسلمين فيك ما هو ده الدفاع عن النبي يا جماعة احنا نحن 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 ن قالت حتى اذا اخترب مني مشرك يعني اقطع به او افتح به بطنة فاخبر النبي بذلك فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ام مسلمي كان لها دور جميل جدا جدا هي ام عائشة كانوا الاتنين بيمسكوا الارب بتاعة المية يملوها مية ويروحوا يفضوها في ارض الجهاد ويرجعوا تاني يملو مية ويروحوا هكذا كانت المرأة تجد نفسها دورا لخدمة دين الله سبحانه وتعالى المهم تمر الايام وتيجي غزوة حنين في يوم غزوة حنيني كان ابو طلحة كان ديه موقف في منتهى العجب والغرابة في منتهى الجمال يا جماعة سبحان الله حديث رواء ابو داود والحاكم بسلد صحيح ان النبي قال للصحابة كلمة جميلة جدا قال لهم من قتل قتيلا فله سلبه تقتل احد من المشركين خد السيوب بتاعته والدروح خد اللي انت عايزه ماشي ابو طلحة عمله في اليوم ده جماعة قتل عشرين واحد واخذ اسلابهم ده سيدنا ابو طلحة رضى الله وارضاه سبحان الله تعالوا نشوف صفحة جميلة جدا من كرم سيدنا ابو طلحة وانفاقه في سبيل الله احنا طبعا عرفنا من خلال القصة انه كان غني جدا واخذ بالك كان من اكثر الانصار مالا شوف بقى صفحة جميلة جدا من انفاقه في سبيل الله سبحان الله تعالى الحديث رواء البخاري ومسلم في يوم الايام ينزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يا سلام خذ بالك بقى من حاجة الصحابة جماعة كانوا بيتفعلوا من اول الاخر ولا نتفعل سبحان الله سيدنا ابو طلحة وكل الصحابة رضي الله عنه وارضان كاتل اهل واحدة جماعة لازم يطبقوها لازم يعيشوها حياتهم كلها كرآن فاتبالك ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم انصاغ من فكرة الاسلام شخوصا وحول ايمانهم بالاسلام عملا ثم نسخ من المصحف قبالك ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل الوفا ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق لا وانما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الاسلام من خلالهم هو ده الفرق اللي بيننا وبينجيل الصحابة جماعة ان الواحد فيهم كان لما حد يشوفه يقول هو ده الاسلام هم دول المسلمين هم دول تربية النبي عليه الصلاة والسلام دول تلاميذ النبي وتعرف نجابة الاستاذ من تلميزه فاحنا النهاردة محتاجين يا جماعة ان احنا كما يكونون نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا لهم من قبل شهادة قولية كلنا قلنا كلمة التحد كلنا قلنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فين الشهادة دي في أرض الواقع فين حياتنا فين حياتنا وأخلاقنا كمسلمين نهاردة ناس كثيرة تفتنت بسبب رؤيتهم لبعض المسلمين وأخلاقيات بعض المسلمين نهاردة لو فعلا إدرنا نحول منهج النبي عليه الصلاة والسلام للإسلوكيات والواقع احنا عايشينه شوف أخلاق النبي شوف كم بيعمل إيه شوف وفائه صدقه أمنته بره إحسانه صلى الله عليه وسلم لو عملت اللي بيعمله النبي الناس هتشوف المسلمين يقولوا الله مفيش أجمل من الدين ده مفيش أعظم من الدين ده هتلاقي الدنيا كلها تدخل وتدين لله سبحانه وتعالى المهم أبو طلحة لما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفكوا مما تحبون خب بالك فقال يا رسول الله نزلت تلك الآية وإن أحب مالي إلي بيرحاء بيرحاء ده اسم بستان ليه كان أجمل بستان وكان قدام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإني أرى أن أجعله صدقة تضعه حيث شئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذلك مال رابح خدت بالك وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين أنا شايف أنت تخلي البستان ده توزع على قريبك فجعله أبو طلحة في الأقربين رضي الله عنه ورضاه لأ ده ليه موقف تاني جميل جدا بس مع ايه بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم موقف جميل جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام من الحديث روى مسلم أبو طلحة بيقول لأمه السلامي زوجته بيقول لها ده أنا وأنا بكلم النبي لاحظت على صوته أثر الجوع حاستي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل فما أقدرش يسيبه المنظر ده عندك إيه من الأكل قلت له عندي بعض إيه رغفة الشعير قال لي خلاص جهزي ومع بلما إيه أروح أنادي للنبي على السلام فأرسل أنس بن مالك ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم النبي أول ما شافه قال يا أنس أرسلك أبو طلحة شف راسة النبي على السلام قال أرسلك أبو طلحة قال أجل يا رسول الله قال أمن أجل الطعام قال أجل يا رسول الله فالنبي على السلام عمر ما يكل واحده أبدل يا جماعة النبي بيحب الصحابة جدا فقال هالأمه كان معاه ناس كتير حوالي سبعين أو تمانين على اختلاف الروايتين فالمهم قال هالأمه تعالوا معي ثمانين واحد أو سبعين واحد راحين والبيت مفوش غير ايه بعد أرغفت الشعير فالمم وصلوا هناك فأبو طالح أول ما شاف المنظر يعني اتكسف فقال الأم سليم يا أم سليم قد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وما عندنا إلا ما نطعمه هو فقالت أم سليم رضي الله عنه وارضاها الله ورسوله أعلم ما تشغلش نفسك طالما النبي بعهد للسبعين أو الثمانين خبالك ما تشغلش نفسك النبي عارف هو بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم والفعل سألها النبي ماذا عندك يا أم سليم قالت بعض أرغفت الشعير فقال اقتني فجيء بأرغفت الشعير ففتت يعني تعملت كده لقائمات سوار زي الفتة كده وجاءت بعكة عكة دي اللي بتحط فيها السمن أو العسل فانزان فوضعت عليها بعض السمن ثم بعد ذلك عملته كأنه إدام خبالك فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ وسمى عليه وبارك ثم بعد ذلك قال لأبي طلحة ادعوا الناس عشرا عشرا دخلهم لإيه عشرة يكلوا يخرجوا ويعشرة إيه يخشوا بدلهم والفعل دخلوا عشرة كلوا وشبعوا تماما خرجوا دخل عشرة تانين لحد ما دخل كلهم قال أبو طلحة فشبع الناس جميعا وكانوا سبعين أو ثمانين رجلا يا سلام خدت بالك سبحان الله لدرجة أن أنز بقى بيقول في رواية تانية عند مسلم أيضا بيقول فأكلنا جميعا ثم أكلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وفاض طعام فأهدينا به إلى جيراننا يا سلام ايش بقى دي قد البرك يا جماعة الحديث ده بفكركم ايه فاكرين حديث جابري بن عبد الله حديث في البخاري في قصة في يوم الخندق فاكر لما رح عزم النبع السلام وقال له يا رسول الله يعني لقد أعددنا لك طعاما واخبالك لكن يعني لي كنت لوحدك ولو حد يجي معك يبقى أبو بكر وعمر بس فنبع السلام رح ايه قال ايا أهل الخندق النجابري ندعوكم إلى الطعام أهل الخندق كما جماعة ألف رجل جم كلهم طبعا ايه عشان يأكلوا سبحان الله وده يعني من ضمن البركات التي كانت تحلوا في الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة نخر من الحيط دي برضو بدرسة جميل جدا يا جماعة يعني أم سليم لما لقيت أبو طلحة وبتتكلم معاه ولقوا النبي عسان جاي بالسبعين هل اعترضت هل في حصل ما بينهم أي مشاكل حد فيهم يعني زائل من التاني أبدا كانوا الاتنين بالبلد كده بلغة العرب كده كانوا ماشيين على موجة واحدة هو بيحبها وهي بتحبه زوجه زوجه يا جماعة عشين حياة تفاهم البيت مليام بالود والحب والحنان والرحمة يعني هو ده الأصل في بيوت المسلمين عشان جدا بقول لك ياريد تكون رحيم جدا بزوجتك وياريد زوجتك هي كمان تكون رحيمة بيك فتبالك عشان البيت كلما بيكون على يعني مودة ورحمة والله وروح الألفة موجودة في البيت الكلام ده كل جماعة بيأثر على حياتك انت كراجل مسلم بيأثر على صلاتك على عبدتك لله سبحانه وتعالى بيأثر على ولادك يعني الولد لما يطلع إليه أبوه ومه بيحبوا بعض الولد بيطلع مطمئن نفسيا لما بيطلع إليه الأم بتكره الأب والأب بيكره الأم الولد بيطلع مضطارب نفسين ومتدايق خايف للبيت يتهدم وهو يلاقي نفسه في الشارع خدت بالك الكلام ده كل جماعة مطلوب مننا كمسلمين ان بيوتنا تبقى مليانة محبة ومش عيب انك تقول زوجتك بحب حرام يا جماعة يا أحد يعني يعني مش عيب مش عيب الولاد خارجوا يا حياتي أي حاجة سبحان الله دي زوجتك في الحلال ما فيه ناس تاني يبقلونها في حرام فيه ناس تاني يبقلون نفس الكلام ده وأكتر منه في حرام بيقولوا للجير اللي فريند بتاعته هي بتقولها للبوي فريند بتاعها والكلام ده كله لا احنا بيقوله في الحلال تأخذ علي أجر والله سبحان الله يعني أنا لو سألتك بالله عليك آخر مرة قلت فيها لزوجتك أقول لك والله يا جازك الله خير عنه على الإسلام والمسلمين ربنا أحفظك يا رب يعني ما فيش ملع جماعة ان احنا حتى يبقى ديك تعالقات مع الزوجة على أقل حاجة تعملها يعني أحيانا الزوجة تقول ايه والله ده أنا بتزيل له وبطبخ أحسن أكل وبروأ البيت وعمل هو حتى كإنه مشوح بباله لا خليك زاكي فهم زي خش البيت لا الزوجة ما شاء الله عملالك تسريحة جديدة دي الحصان ولا اي حاجة ما شاء الله ايه ده مش ممكن لا الفورمة دي ما حصلتش ما شاء الله ايه الجمال تعملها في الخلط يعني يعني ايه خلي جو والله يا جماعة والله الكلام ده مش حرام ولا يعني ولا في اي حاجة خلي جو الضعبة في البيت موجود سبحان الله طبخة لك طبخة والأكل ربنا ما يوريك يعني المهم أصبر واحتس وجمت يعني يعني كل الأكل الله مش ممكن لا الأكل دي بالذات ما حصلتش أكيد انت وانت تطبخي كنت بيت وسبحي تقولك لا والله أنا مكنتش بسبح بس كنت باسمع شريط أكيد شريط عذاب القبر يعني المهم يعني يبقى فيه يعني جوم القلفة في البيت وبالرحم والله العظيم يا جماعة وعن تجربة والله المرأة أصلاحة يعني كلمة ثانية تعبيك في كياس أنا خاف عليك يعني يعني سبحان الله والله العظيم بالكلمة بسيطة جدا المرأة تحب عارف المرأة تغذيها عاطفة طب واحد يجيب لزوجته كباب ومش عارف إيه وفراخ وطفاح خليكم معي طبعا سبقي من كباب يعني يعني ورغم ذلك بيقولها كلمة وحشة هتبقى تعيسة طب واحد تاني بيأكلها فول وطعمية وجبنة ومش وكلام ده كله وبيقولها كلام زي العسل هتبقى سعيدة المرأة تحب العاطفة تحب الكلام الحلو سبحان الله فربنا بارك فيك يا جماعة عايزين بيوتنا تبقى مليانة مليانة بالسعادة والرحمة والود وسبحان الله ومش عيب ان انت تقرب اي حاجة تحب الزكريات تيجي مثلا مرة ولا في الشهر خدها تفسح معها روح مثلا في مكان يكون فاضي ما يكونش حد شافك عشان بس ايه وفيش حاجة تأخذ علينا مكان فاضي وجر وراك خليها تجر وراك اه النبي كان بيعمل كده حد مصدق السلام النبي في يوم الايام والحديث صحيح النبي كان بيسابق أم عائشة كان خارجه مع الصحابة ما تخنتش يعني وسبقت النبي فسبقت النبي فالنبي منسهاش كام شهر كده عدوا وخبت بالك والنبي شهده لا يعني فالموم جاء في مرة تانية خارجين فقال لي برضو للصحابة قال لهم تقدموا ها تسابقيني كتبة ايه تخنت ده وحملة اللحم قال لها تسابقيني قلت له سبقك قالت فسبقني النبي فسبقني قال لها هذه بتلك واحد واحد هتبت بالك اه سبحان الله مش عيب فهمزا خد زقتك وخد حماتك وولادك فهمزا وخدهم في السحب ولا شافة حماتك شافة الطبيعة والجمال والخضرة يا سلام شوف يوم اليام لما ربنا يكرمنا أنا وانت حماتك ونخش الجنة تبقى جنة في جد يعني أخب بالك اه وخليها تجر عشان تبقى سنباتيك وحمك يدئي لك يعني أخب بالك المهم يا جماعة بيوتنا كمسلمين المفروض والله العظيم ساعة بيت وأفضل بيت في الدنيا بقى بيت المسلم والمسلمة بفضل الله تعالوا نشوف منقبة تانية جميلة جدا لأبو طلحة بس بعد ما تصنع على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن أنس بن مالك أن النبع السلام بعد ما رمها جمرة العقبة انصرف إلى البدن فنحراها لي الجمال ثم بعد ذلك حلق شقاه الأيمن صلى الله عليه وسلم والصحابة أخذ يعني شعر النبع السلام ثم بعد ذلك حلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة قال أنا يا رسول الله فأعطاه شعره صلى الله عليه وسلم وده منقبة عظيمة جدا أن النبي خصه بشعره صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوفوا صفحة من عبادة أبو طلحة أيضا سبحان الله بعد وفاة النبع عليه وسلم الحديث روالحاكب بسند صحيح يقول أنس بن مالك رجل وعن رضاء أن أبو طلحة صرد الصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر إلا في يوم عيد الفطر وعيد الأطحى أو إذا كان مريض بس تخيل أربعين سنة صيام وطبعا صيام وقيام وعبادة لله سبحانه وتعالى أديها جماعة الناس دي كب تتلزز بالعبادة زي ما قال ثابت البناني رحمه الله قال كابت قيام الليل عشرين سنة آه صح كنت بجاهد نفسي في قيام الليل عشرين سنة لكن في المقابل وتلذزت به عشرين أخرى هي دي المسألة يا جماعة إن احنا نحس بلزة العبادة كتير مننا يا جماعة بنصلي بس أداء واجب نحن بس يعني بنصلي عشان ما نتحسبش على الصلاة دي يوم وإيامة إنما فيه ناس بتتلزز خدت بالك حتى إن ثابت البناني بيليه يعني كابتت الصلاة أو قيام الليل عشرين سنة وتلذفت به عشرين أخرى حتى إني والله لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها ببقى داخل في الصلاة وعاتل الهم إن بعد ساعة هخلها الصلاة زعلان بالداي في أكتر من كده يا جماعة يا جماعة الناس دي كت إحساسها عالي جدا وإيماناتها عالية جدا لأنهم ما حسوا يعني إيه يعني إيه معنى العبودية لله أعظم لزة وأعظم نعمة وأجمل مننا في الدنيا إن أنت تكون عبد لله ما أنتش عبد الشهوة ولا المال ولا الزوجة ولا الولد ولا المركز ولا منصب ولا صيت ولا أي حاجة أنا عبدي لك يا رب أنا بزلي نفسي لك يا رب وبشوف عزي في إن أنا زلي نفسي لك أنا بافتقر إليك يا رب وبشوف غناية في إن أنا أفتقر إليك يا سلام هي دي النعمة العظيمة اللي احنا نفسنا نعيشها تعالوا نشوف الكرامة جميلة جدا جدا لأبي طلحة رضي الله عنه وارضاه في آخر أيام جماعة سبحان الله في عز شيخوخته وهو كبير في السن قدر ربنا سبحانه وتعالى إنه برضو ما زال مستمرا في الجهات في سبيل الله طب ده أنت كبرت وجاهدت مع النبي على السلام وجاهدت مع أبو بكر وعمر كفاه عليك كده كبرت في السن أبدا أبدا عزمته أبدا لا تفطر همته علي من أول لحظة أسلم فيها لله سبحانه وتعالى لحد آخر لحظة يلقى فيها الله عز جل سبحانه وتعالى في يوم من الأيام يعني قرأ قول الله عز جل انفروا خفافا وثقالا فقال لأولادي جاهزوني حتى أجاهد في سبيل الله قال له يعني ده أنت جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدت مع أبو بكر وعمر ونحن بنوك يعني احنا أولادك نجاهد عنك خلاص يعني احنا ما احنا كمان في ميزان حسناتك فاحنا لما نجاهد ما كل ده بيكتب في ميزانك قال لا ما أرى إلا أن ربي يستنفرنا شبانا وشوخا انفروا خفافا وثقالا وما أراني إلا خفيفا أو ثقيلا أحبش أكون تقيل أبدا فلازم أجاهد في سبيل الله فخرج يغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى فركب البحر فمات في اللي بيركب البحر ويموت ده بيعملوا فيه جماعة بيرموت في البحر أبو طالحة لا لا ترماش في البحر فضلوا سيبينوا في السفينة سبع تيام لحدا ملأوا جزيرة نزلوا فدفنوا هناك خدت بالك لم يتغير جسده أبدا سبع تيام لم يتعفن ولم يتغير أبدا فدفن هناك في مكان لا يعلمه إلا الله حتى لو كان الناس مش عارفينه فحسبه أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا المكان سبحانه وتعالى وقيل في بعض الروايات التانية أنه ودفن أو مات في المدينة ودفن بالبقيع فالله أعلم المهم يا جماعة دي كانت قصة أبو طالحة الأنصاري رضي الله عن مرضاه شوفها دي قدم كتير جدا كفاية أنه تزوج امرأة المرأة ديت من أهل الجنة كفاية أنه تجوز امرأة من أهل الجنة كفاية أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كفاية أنه يا جماعة بذل ما له في سبيل الله كفاية أنه من أول لحظة أسلم فيها لحد آخر لحظة لقي فيها الله عز جل كل حياته كانت لله شعاره دائما وعجلته إليك رب لترضى والله يا جماعة إحنا وإحنا بنتكلم في سيرة الصحابة بنبقى حزنين على أنفسنا إحنا فيه من الناس ديت إمتى أن إحنا مرة وثاني نرجع تاني ونعيش حياة الصحابة اللي عاشوها هم عاشوا في لازة وسعادة هل حد فيكو يتخيل اللي ممكن يكون فيه صحابة كان عنده صراوات قد اللي عندنا أو أكل زينا أو اتنعم زينا أبدا يا جماعة عاشوا في عيشة بسيطة جدا جدا لكنهم كانوا أسعد ناس خش بيوتنا إحنا النهاردة كمسلمين تجد البيوت النهاردة من الألف من الإبرة للصاروخ مهود كل حاجة في بيوتنا لكن ربما ذلك تجد قليل جدا من البيوت اللي فيها سعادة السعادة خرجت يوم ما أن خرجت طاعة الله من بيوتنا السعادة خرجت يوم ما خرجت سنة النبي من بيوتنا يا جماعة إنما لو رجعت الطاعة مرة تانية لو رجع الأب يجيب مراته ويجيب ولاده وقعدهم تعالوا يا جماعة تعالوا نفتح صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نقرأ نشوف رسائل القرآن والسنة دول رسائل يا جماعة افتح الرسائل وشوف ربنا بيأمرك بإيه وبينهاك عن إيه شوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يريد بك إلا الخير سبحانه وتعالى والله غني عن عبادتنا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئة ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئة أبدا ملك ربنا ما يتأصرش بينا جماعة إحنا اللي محتاج له مش هو اللي محتاج لنا ورغم بذلك سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب موسيق النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب موسيق الليل حتى تطلع الشمس المغرب وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما في الحديث الذي رواه مسلم وينادي علينا هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح محتاجين نتوبة جماعة محتاجين أن احنا يعني نرجع مرة تانية نعمر بيوتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى وصدق من قال يعني بعدما عشنا سيرة سيدنا أبو طلحة إن كان هذا الصحابي الجليد رحل عن دنيانا لكن سيرته ستبقى دائما وصدق من قال رب مذكور لقوم غاب عنهم فانسوه وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه سائلوه كلموه حركوه لقنوه عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا وقبروه فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تاركوه قلفوه تحت رمس أوقروه أثقروه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفرضوه وادعوه فارقوه أسلموه خلفوه وانفنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه رب مذكور لقوم غاب عنهم فانسوه وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة